مساء الخير يطرى السيدة فعلاً مهما نجحت في شغلها وحياتها ملهاش في الآخر غربتها وجوزها وعيالها ولا الفلوس والشغل أهم من تحكمات الزوج ودوشة الأطفال ده السؤال اللي بتسأله حنين بطل القصة حقيقية النهاردة بعد ما عدت بتجربة صعبة جداً غيرت كل حياتها لحد ما لقيت سنها بقى 45 قدرت فيهم إنها تبني نفسها تنجح في شغلها بس من غير زوج ولا أطفال بقيت محتارة تعمل إيه في اللي جاي هتعمل إيه في اللي جاي من حياتها خصوصاً إن زمايلها في الشغل بيقولوا لها يا بختك ده أنت والله اشتريتي دماغك طب تفتكروا إن هم عندهم حق تعالوا كده نسمع قصة من أولها ونشوف حنين بعدها تقول لنا إيه اسمي حنين أنيسة وعندي 45 سنة من اسكندرية قصتي بدأت من وانا صغيرة خالص لما كان عندي سنتين وخدتني ماما معاها وهي مسافرة لأهلها واركبنا القطر وفجأة وانا نايمة حصلت هزة جمدة في القطر لسه فاكرها لحد دلوقتي رغم العمر ده كله وسمعت صوت خبط رزع ناس بتسرخ مع إحساس بقلم رهيب فجأة الدنيا سودت في عيني غبت عن الوعي وعرفت لما جبرت شوية بدأت أفهم إنها كانت حادثة قطر ماما توفت فيها أنا اتقطعت رجلي الشمال من فوق الرجبة عشت باقي حياتي بل بس قدم صناعي وعيشة بي الله يرحم والدتك يا حبيبتي حمد الله على سلامتك حمد لله على كل اللي يجيبه ربنا طبعا اللي حصل لك مش شوية وأنا مقدارة وعايز أسمع أكتر أخدت وقت كبير عشان أتعافى من اللي حصل وسبب لي صدمة كبيرة خلتني لسنين كتير بصحك كل شوية على كوابيس بس بابا وإخواتي كانوا جنبي دايما وما سابونيش لحد ما كبرت أخدت دبلوم تجارة وتعينت بعدها في نفس السنة في مدرسة جنب بيتنا ضمن نسبة الخمسة في المية معاقين اشتغلت أعمال إدارية حمدت ربنا ساعتها على النعمة دي خصوصا إن كل حاجة كانت متيسرة بس بعد التعين بسنة بابا اتوفى ما بقاش لها غير أخوي الوحيد وأختين بنات كلهم كانوا متجوزين ومخلفين لما وصلت لسن الخمسة وعشرين سنة كان في حد بيلمح إنه يحبني وعايز يتقدملي وساعتها اتكلمت مع أخوي باعتباره ولي أمري وكبيري من بعد بابا الله يرحمه فسكت شوية وبعدين قال لي هتعرفي تفتحي بيت وتربي أولاد وتبي أم وست بيت نجحة جنب شغلك أول ما سألني السؤال ده حسيت إنه فوقني كنت مش عارفة رد أقوله إيه وأنا بنت وعندها ظروف صعبة ورجل مقطوعة كنت خايفة تمنعني أعيش حياتي بشكل طبيعي مع الإنسان اللي هتجوزه والولاد اللي هخلفهم بدأت فعلاً أسأل نفسي يا طرى هعرف أقوم بكل التزامات البيت والشغل من غير ما حاجة تتأثر طب والإنسان اللي هرتبط بيه يا طرى هيفضل يحبني ومغمض عينه عن ظرف الأعاقة اللي حصل غصباً عني ولا ممكن يجي اليوم اللي يعيرني بيه وفي عزة ما أنا مشغولة بأسئلة كتيرة مش عارفة أجهوب عليها لقيت أخوي بيقول لي شوف يا حنان أهم حاجة في حياتك هي شغلك شغلك هو المضمون لكن جوزك مش مضمون إياك تسيبي شغلك عشان البيت والعيال ساعتها حسيت من كلامه إن عايز يقول لي فوقي فوقي من أحلامك إنتي ظروفك ممكن تمنعك تكوني زوجة و أم نجحة لو سبتي شغلك واتجوزتي بعدين ما توفقتيش هتبقي خسرتي كل حاجة لكن طول ما أنت بتشتغلي قادرة تصري فيها على نفسك فيش حاجة تانية ممكن تأثر عليك كممكن ساعتها أناقشو وقوله ليه بتقول كده مين اللي قال مين اللي قال أنا مش عارفة أكون زوجة و موظفة زي ما ستات كتير متجوزة وبتشتغل و متوفقة بين الاتنين البيت والشغل بس خفت خفت أفتح باب المناقشة خصوصاً أني ما كنتش وثقة كفاية من إجابة تخليني أعرف أقول الكلمتين دول بالعكس أنا فعلاً كنت من جوايا خايفة من جاحت ملدي وهو خوفني أكتر طب أنا محتاجة أقف هنا مين قال إن أخوكي لازم يجون كلامه صحيحاً مش يمكن لو كنت جربتي أو لما تجرابي تلاقي نفسك نجحة في شغلك وبيتك زي ستات كتير وظروفهم كمان شبه ظروفك عارفوا ينجحوا في الاتنين عمري ما بقول إن الوقت تتأخر بس تعالوا نكمل أخوي يا سيلي كان متجوز من بنت عمي ومع خمس ولاد عايشين مع بعض في الشقة على قدهم ما كانوش مبسوطين ودي نقطة كتت مخوفاني من المسئولية والالتزامات لحد ما قررت في الآخر إني أنسى موضوع الجواز عشان أهرب من المسئولية وقلت أهم حاجة أشتري صحتي وحريتي وأنا فعلاً ما بعرفش ربي ولاد فيش جنبي أم هتساعدني زي ما كل الأمهات بتساعد بنتها وقت الحملة والخلفة ومن وقتها كل عريس يتقدم لي أرفضه رفضت عرسان كتير قوي وزميلي في الشغل كانوا بيشجعوني ويقولولي أنت كده عايشة ملكة وفي نعمة كبيرة من غير بقى ما زوج يتحكم فيكي ولا يقرفك أو يطمع في مرتبك ولا حما تفضل تتخانق معاكي كل شوي وتحرق لقدمك وعيال بقى تهد صحتك بلا دوشة بلا ولاد بلا وجع قلب وفي المقابل كانت أختي ومرات أخويا بيقولولي اتجوز يا حنان اتجوزي وهاتيلك عائل يغدمك ويشيلك لما تكباري وتبقي عجوزة بدل ما هتلاقي نفسك فجأة محبوسة بين أربع حطان انت دلوقتي في صحتك قادرت شلي نفسك بكرة هتعجزي هتحتاجي لحد يساعدك ويونسك ما فيش حاجة هتدوم على طول بس بصراحة كنت بميل لكلام أخويا أكتر فضلت ثابتة على موقفي مع الوقت أخويا عزل من البيت سابني لوحدي بقى له حوالي 8 سنين وبعد فترة من عزاله حصلت مشاكل كتير بينه وبمراته سابت له البيت هي والعيال خدت معها بتقطة التموين بتاعته الدنيا ولعت ما بينهم فسبعة زي البيت الوقف راح أتجوز من واحدة تانية في شقة بعيدة وخلف منها بنتين ساعتها خليت أخويا يكتب لي بيت العيلة باسمي عشان ما أحدش من عياله أو مراتاته يخدم مني سجلت العقد بالمحكمة عشان أضمن حقي وساب لي البيت قيل للسقوط وكت خايفة على نفسي لحسن يقع بي عملت جمايات رممت البيت على حسابي على أمل أن أخويا مع الوقت يرجع يعيش معي هو وحد من ولاده بس دا ما حصلش أكتر من ثمان سنين عايشة الوحدي رفض الجواز بسبب خوفي من أني معرفش ربي العيال أو مقدرش هتحمل مسؤولية بيت وشغل وزوج لحد ما حصل اللي أختي كتحذرتني منه بدأت صحتي تتعب جامد خصوصا منفصل الرجلي اليمين اللي بدأت تتعبني قوي عشان حمل جسمي كله عليها من بعد ما رجلي الشمالة قطعت بيت غصبا عني مهملة في شغل البيت شغل المدرسة بقى تقيل عليها جدا فوق دا كله أخويا تفصل من شغله بعد جوازته التانية بسنة شغل دلوقتي أعمال حرة بيطلع له فلوس قليلة قوي مش مكفية بيته بقيت حسنه طمعا فيه بسبب أنه كل شهر ييجي ويشتكيلي من ديء الحال وقلة الفلوس وكترة ديون وطلبات مراته الجديدة اللي على طول مديناء وأنا ما عرفش أقوله لأ عشان هو بالنسبة لي أب وأخ وحبيب ودلوقتي الناس كلها فاكرة أن أنا معي فلوس كتير قريبي زمالي في الشغل وجراني بيحسدوني عشان أنا الوحدي من غير زوج ولا ولاد ولا مسؤوليات زيهم وأنا يا دوب المرتب مكفيني بالعافية صحتي تعبت جدا الكل طمعان فيا ما بقيتش عارفة أنا كنت صح ولا غلط لما شلت موضوع الجواز من دماغي من عشرين سنة ولا عارفة أرجع أفكر في الجواز تاني ولا لأ طب قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة حنان ممكن تكون رسالة متأخرة عشرين سنة مسافة عشرين سنة ما بينك جوز وما تجوزش أول عريس تقدم لي وأنا عندي خمسة وعشرين سنة وخفت جيت أفكر تاني وأنا عندي خمسة واربعين سنة مشاكل صحية عشان بحمل على رجلي الناس كلها أقنعتني إن الجواز وحش وما لوش لازمة وإن أنا في نعمة وبيحسدوني عليها إلا أختي ومرت أخويا شمعني طب أنا رممت البيت وأخويا كتب لي البيت بس رجع وقال لي دي خدت بطاقة التموين خدتوا بالكو في النص قال لي إنه بدأ يبقى عليه ديون ما بعرفش أقول له لأ لما يطلب مني فلوس أصله أخ وأب وحبيب أنا كنت صحة ولا لأ أغوز ولا مغوزش